إفريقيا أيضا لا يحي الهدوء على الحدود بين السودان وإثيوبيا بانفراجة في الأزمة بل يسود قلق بين البلدين بأنهما يمضيان نحو تصعيد جديد وسائل إعلام سودانية تحدثت عن رصد حشود عسكرية كبيرة لقوات إثيوبية على الشريط الحدودي يقابلها استعدادات للجيش السوداني تأهبا لأي هجوم متوقع وعلى وقع هذا التأهب هاجم الطاهر بوهاجة مستشار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إثيوبيا لاعتراضها على اتفاق حدودي بعد مرور 118 عاما على إقراره وتهم أبوهاجة في مقال له البيان الذي صدر الجمعة على لجنة الحدود المشتركة التابعة للخارجية الإثيوبية بأنه حاول إخفاء بعض المعلومات المهمة واستخدمت كلمة النزاع حدودي بين البلدين كنوع من التحايل الدبلوماسي وأكد المستشار أن للسودان مستندات وخرائط ووثائق وإثبتات توضح اعتراف إثيوبيا بحق السودان وكيف أن الخرطوم سمحت للمزارعين الإثيوبيين بالاستفادة والانتفاع من الأراضي السودانية